السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم رسائل جديدة يبعث بها أمين عام اتحاد الشغل نوردينة طبوبي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الخطاب منتع رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي خطاب نيري بأتم معنى الكلمة كنا رجعنا على أبرز نقاط لترقلهم رئيس الجمهورية في فيديو سابق اليوم طبوبي يرد على تلك التصريحات اللي اعتبرها طبوبي نفيها التخويف والتخوين للجميع ويقول بأنه يحب يواجه رسائلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد والبيرة حتطرق الرئيس للناس اللي تحب تعمل حوار واعتبر الرئيس أنه ما فامش حوار خارج مؤسسات الدولة ومنجموش نحكيه على حوار خارج مؤسسات الدولة يعني في إشارة إلى الحوار هذي إما رئيس الجمهورية يحب يجي أو ما يحبش يجي رانا بش نعمله الحوار ثم أطراف أخرى تقول بأنه سنمنح خروجا آمنا لرئيس الجمهورية كان زيد البيرح ورد على هذا الخروج قال بأنه سيتتبع الخوانة والمتأمرين ولن يترك لهم مجالا للخروج الآمن حسب رئيس الجمهورية فاليوم يأكد نوردينة الطبوبي بأنه المنظمة الشغيلة ستنظي قدما مع بقية مكونات المجتمع المدني لتقديم تصور في إطار القانون من أجل إنقاذ البلاد ويأكد نوردينة الطبوبي أنه لا يمكن للمنظمة يعني إتحاد الشغل أن تتخذ موقف المتفرج وتونس تتجه نحو الإنهيار أو تسمح بالعبث بها وعلى أنها لن تفتك دور الدولة ولا دور المعارضة أيضا ويقول بأنه خطاب التخوين والتخويف والكل ضد الكل لا يجدي مع الاتحاد ما يمشيش مع اتحاد الشغل يقول الطبوبي كما زدى يقول ما أقلق السلطة اليوم يعني في إشارة إلى قائل شعيد أنها لما رأت عمادة المحامين والرابطة ومكونات المجتمع المدني أيديها في أيدي بعضها وبدأت في بلولة تصور معين هو إنقاذ البلاد وإنقاذ البلاد في ماذا يتمثل يقول اليوم لدينا إشكالية قانونية وأخرى دستورية وثالثة اقتصادية ورابعة اجتماعية وهذه أربعة عناصر ولا واحد أراد أن يتقابل مع الآخر والكل يتهم الكل فماذا بقي أمامنا يقول نحن لا نقبل الفوضى ولا نقبل انهيار بلادنا وسنتقدم مع مكونات المجتمع المدني باستقلالية بعيدا عن كل التجذبات السياسية ولسنا ضد الأحزاب ونحن ندافع عنها وقلنا أن الأحزاب هي التي تبني الحياة السياسية وهي التي تتصارع وتتنافس حول برامج وخيارات وصناديق الإقتراع هي التي تحكم يقول هذا خيار في اتحاد الشغل يقول لكن في ظل الواقع الموجود اللي قد نشوفي اليوم المعارضة كلها ضد بعضها ومن يحكم ضد الكل وقيس سعيد ضد الكل فإلى أين سنسير يقول نحن يعني اتحاد شغل وفي إطار هذه المبادرة سنتقدم وسننضي قدما من أجل تقديم تصور وبالولد تصور في إطار القانون ولا ننتزع لا دور الدولة ولا دور المعارضة اللي يلتقي معانا من أجل قوة الخير مرحب ويقول بأنه قوة الاقتراح قوة التفاعل الإيجابي مرحب بيه اللي ما يتقطعش معانا هو حر ولكن احنا ما نشكرية في البلاد ولا نرى البلاد تنهار واحنا نتفرج فالتاريخ لن يرحمنا يقول سلحنا هو قوة الحجة قوة الاقتراح سلحنا هو الرأي ورأي المخالف لا ندعي الكمال لا نملك الحقيقة ولكن نريد أن نقترب مع كل الناس من الحقيقة لإنقاذ بلادنا سواء هذا كان إنقاذ بلادنا من العنف أو لقدر الله من التدهور الاقتصادي والاجتماعي قل لا نزيد على أحد في الوطنية ولا يزيد علينا أحد ولا نخشى أيا كان ولا يهددنا أيا كان في إشارة إلى رئيس الجمهورية إشارة مباشرة يعني برحزة تلميحات رئيس الجمهورية كانت في تجاه الاتحاد ومن له ملف على الاتحاد أو هيكله فليتفضل فنحن مستعدون ونأبى أن يهددنا أحد في إشارة مباشرة رئيس الجمهورية ولا أن يهدد أيا كان للشعب التونسي ولا المجتمع التونسي هذا واضح به حب نقول زيدا بأنه برشة تصريحات لقيادة تحد الشغل سامير الشفي قلتونس ما هيش في جزيرة معزولة عن العالم وإقحامنا في صراعات مفتوحة مع الكل قد يحولنا إلى دولة منبوذة نلقاه زيدا يقول معناها سامير الشفي أنه لازم تقدموا مبادرة للخروج من الأزمة طب وبيأكد في تصريحات أخرى بأن مواقف الاتحاد ثابتة وواضحة في جميع المجالات والخيارات نجي إلى موقف آخر مجلس حكمة وانتخابات رئاسية مبكرة ودستور جديد أو كل مرة نعمل دستور على مقاس حد وعدة نقاط أخرى هذه خارج الطريق حكي عليها الأميرة للمتقاعد كاميل العكروت مقترح قد قدم به للخروج من الأزمة الأميرال كاميل العكروت معناها يقول بأنه الحل اللي يطرح ينبني على بعض الأسس أولاً وضع إطار وطني جامع لتعيين مجلس حكمة مستقل من منظمات شخصية وطنية مشهود لها بالثقة والنازهة والحيادية يقول زادا كيف كيف حوار والناس هذو ما ما يكونش معنين بالترجح لانتخاب الرئاسية حوار تحكيم بين القوى الحية من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى لوضع تصور يقول مثلاً إعادة رسكالة المسؤولين ويكفي من تأزيم الأوضاع الممتدة هذه في الفترة الممتدة بين 2011 و2022 وليكان أصل المشكل ما ينجمش يكونوا طرف في الحال يقول زادا بأنه لازم يتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أقرب وقت ممكن يتكفل المجلس هذه اللي بشعينه بتعيين هاي لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عوض هيئة الانتخابات الحالية يقول لازم نعتمدوا دستور يتعهد الرئيس المنتخب يعني بشينتخبوه بتنظيم فترة انتقالية يلتزم فيها بخارط طريق التالية إنه يواصل العمل بالمجلس إنه هالمجلس هذي يكونوا حكماء كما قلت يعني كما قدمهم هو وانتخابة تشريعية ثم تنتهي فترة الانتقالية اللي ما يلزم هيج تتجاوز 2023 كل شيء يصير في العام الجي وتشكيل محكمة النصف الأول من العام 2023 المحكمة الدستورية في ثلاثة شهر بعد انتخاب مجلس النويب جديد يعني في 2014 وتنتهي مهمة مجلس الحكماء مع تشكيل محكمة الدستورية هذي يعني البادرة متاعه ولا الخارطة متاعه نختم بالمجلس الوزراء اليوم انعقد مجلس الوزراء كان البرح رئيس الجمهورية حكي فيه ولا قلت البرح وقت لتقابل مع رئيس الحكومة أبرز النقاط بشي ترقولهم طبعا اعطت توجيهات متاعه ورئيس الحكومة اليوم أشرفت على اجتماع مجلس الوزراء في قصر الحكومة بالقصبة الدول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر والمرسيم وصادق هذا المجلس على مجموعة من الأوامر والمشاريع اللي يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية ضبط تنظيم الإداري لغير ذلك اللي يتعلق زد برشا حاجة أخرى إحداث ملاطق سقوية عمومية في منزل الحبيب والحامة في جيبس مشروع أمر آخر يتعلق بإحداث ملاطق سقوية عمومية معتمدية تزريب الفحص صواف من وليد ذغوان برشا الحقيقة مشاريع تهم المواطنين بشكل مباشر